كنت أتكلم من شوية كده قبل ما أدخل مع الضيوف يعني أقول لهم أنتم عارفين يعني نخسر أكتر من ربعمية وخمسين مليار دولار في أحداث 2011 11 و 12 و 13 أنتم عارفين معنى إيه؟ أن نحن نواجه الإرهاب ونتكلم أكتر من 120 مليار جنيه هو الأمور ديت يعني إحنا دولة مش غنية ولا حال مواردنا ما تستحملش صدمات بالطريقة ديت دولتنا ما تستحملش صدمات لأن إحنا ما عندناش موارد تكفي إن إحنا تهضر بالطريقة ديت لكن ما كانش فيها يعني ما كانش فيه قيار تاني لينا في مواجهة مثلا الإرهاب اللي إحنا عدنا نخوض فيه تقريبا عشر سنين كانش فيه سبيل غن إحنا نواجهه وإلا كنا نتعرض البلد دي ما تبقاش مستقرة أبدا ويبقى كل يوم فيه اعتداء هنا وتفجير في الناحية ديت وتخريب في المحافظة ديت زي ما كان بيحصل قبل كده لكن ده بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق بإيه تحقق بالتضحيات اللي إحسا دي كده بنيكلم في فرق إن إحنا نقراها ونقول تضحيات الشهداء بتوال القوات المسلحة وبتوال الشرطة وحتى تضحيات فئات أخرى من المجتمع فرق إن إحنا نقول ما تنسوش إن إحنا وإحنا دلوقتي رسا بنكرم أربعة من الأسر الشهداء إن ده تمن كبير قوي بتدفعه مصر من أجل الحفاظ على عامنها واستقرارها وسلامتها